اشتركوا في القناة على شهادة البكالوريوس في الهندسة وايضا حاصلة على شهادة الماجستير في نفس الاختصاص في عام 2022 من سكنة بغداد تولد 1991 قدمنا الى هذه الخطوة للترشح الى مجلس محافظة بغداد لما شعرنا به من حافز وطموح لخدمة اهلنا وناسنا في برنامجنا الانتخابي يحتوي على عدة نقاط وامور من اهمها الاهتمام بالقطاع الزراعي والاهتمام بالتربية والتعليم وايضا الاهتمام بمرافق الحياة الاخرى التي تهم المجتمع كالصحة والمدارس والملف الكهرباء فضلا عن الخدمات المتلكئة في بغداد إن المرشح صلاح مهد الصبوي حاوي عن تحالف قيم المدني رقم 123 بالتسلسل 26 عن محافظة بغداد البرنامج الانتخابي هو الاهتمام وتفعيل الدور التشريعي والرقابي للمجالس المحلية وكذلك الاهتمام بقطاع الصحة والتربية وحل مشكلة السكن في العاصمة المرشح ثار عباس حسن الوحيل السراي مرشح عن تجمع أجيال القامة 26 تسلسل 11 خريج معهد دبلوم أجهزة طبية اليوم برنامجنا الانتخابي يهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطن من خلال التنمية من خلال تقديم جميع احتياجات المواطن بما يخدم وينسجم مع احتياجاته اليومية اليوم برنامجنا يستهدف بصورة خاصة الشريحة الشبابية من المجتمع اليوم احتضان الطاقات الشبابية من ضمن أولويات برنامجنا الانتخابي السلام عليكم ورحمة الله ان المرشح محسن سنان محسن الكناني عن محافظة بغداد كتلة الصادقون تحالف لبني رقم التحالف 195 التسلسل 94 خريج مجلسي العلم اللسانيات سيكون برنامجنا هو في التربية والتعليم والصحة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبواقع قياسي ان المرشح حسين علي بدر السويعدي بكالوريوس قانون مرشح عن محافظة بغداد ضمن تحالف لبني كتلة الصادقون رقم القائمة 195 التسلسل 85 سيكون برنامجنا الانتخابي هو تسليط الضوء على الخدمات وتحسين الواقع المعيشي والجانب الصحي والجانب التربوي أخوكم الدكتور حازم عودة لحميداوي اللقب الإعلامي حازم الحربي مرشح عن قائمة إبشر يا عراق بالرقم 143 وبالتسلسل 7 قدمت كمرشح لمجالس المحافظات لمعرفتي بواقع محافظة بغداد أنا أعمل بالإعلام تقريباً 30 سنة وخاصة في البرامج الخدمية قبل 14 سنة فعرفت التفاصيل والخفايا والمشاكل العالقة في محافظة بغداد عندي مجموعة حلول إن وفقنا وإن كنت في مجلس المحافظة رح أطرح الحلول كون مهام أضو مجلس المحافظة هو الرقابة والتشريع المشاكل كثيرة والمشاكل العالقة لكن ما أحطيكم معود حتى لا أكون مبالغ لكن نسعى لخدمتكم من خلال هذا الموقع هذه مسؤولية كبيرة روح للانتخابات شارك بصوتك مو مشكلة تنتخبني لكن شارك بصوتك لأن صوتك من ذهب أخوكم الدكتور حازم الحميداوي برقكم 7 بتحالف أبشر يا عراق بالقائمة 143 أخوكم أني المرشح الأستاذ الدكتور البروفيسور حسين سالم مكاون عن محافظة بغداد قائمة تقدم 227 تسلسل 84 البرنامج الانتخابي سنعمل على إعادة مكانة بغداد الحضارية ونعمل على تعزيز الحكومة بغداد المركزية بالتعاون والتنسيق مع جميع الكتل والأحزاب والفائزين إن شاء الله بمجلس محافظة بغداد وسنؤكد على بناء المساكن والدور والأحياء ونعيد كما كانت سابقا حي المعلمين حي الضباط حي الشرطة حي القضاءات وهكذا لإعادة مكانة الموظف العراقي والمعلم العراقي إلى ما كان ينظر إليه كقائد تربو وسنعمل مع الحكومة المركزية على بناء نواظم على نهري دجلة والفرات وحدود عشرة نواظم لتنظيم المياه ورفع منسوبها في شطي دجلة والفرات وإعادة رونقهما إلى الحياة وكذلك نسعى بإذن الله إلى الاهتمام بالجانب الزراعي ونعمل على الاكتفاء الذاتي الغذائي للعراق بدعم المزارعين والفلاحين من ناحية المكائن الزراعية أو الأسمدة أو كذلك القروض من المصارف الزراعية لحاجة العراق إلى الثروة الزراعية فضلا عن الاهتمام بالقطاع الخاص وخاص القطاع الخاص الصناعي بإعادة الروح إلى المحامل والمصانع العراقية وخاصة داخل مدينة بغدان المرشح حشام التميمي عن محافظة واسط كتلة صادقون التحالف نبني رقم القامة 195 رقم التسلسل 17 التحصيل الدراسي بكالوريوس تربية برنامجنا الانتخابي برنامج معاد من عدة نقاط تفتقر لها المحافظة وبالأخص الخدمات وعلى الجانب الصحي والجانب التربوي والقطاع الخاص الاهتمام بالعاطلين عن العمل من الشباب الاهتمام بالمرضى الأمراض المزمنة الاهتمام بالمرأة الاهتمام بذو الهمم الاهتمام بالقطاع الرياضي الاهتمام بكثير من النقاط عازمون على تحقيقها إن شاء الله كون المحافظة محافظة غنية ولا تعد من المحافظات الفقيرة لكن ينقصها الإدارة والرقابة ورقابة الفاسدين ونحن عازمون إن شاء الله على تحقيق هذا بإذن الله نحن نحسين مهدي العميري مراشحة لانتخابات مجالس محافظة بغداد عن التيار الوطني العشائري رقم القائم 114 تسلس 16 حاصلة على شهادة الماجستير عنو مدار التعمال في الجامعة المستنطرية لعام 2019 ناشطة منظمات مجتمع مدني وموظفة في وزارة التربية العراقية ونائب رئيس مؤسسة كسفور للتدريب والإعلام ونائب الرئيس الأول لاتحاد كرة بغداد المصغرة وعضو المكتب النسوي لاتحاد نقابات العمال لدي أكثر من 40 كتاب شكر في مجال عملي من مختلف الجهات وحاضر جميع عدة ورش وندوات وكنت أحصل على المراتب الأولى من أولويات برنامجنا الانتخابي توفير فرص عمل لشبابنا الخرجين وغير الخرجين في القطاع العام والقطاع الخاص وتمثي لكم مسؤولية يجب أن نتحملها المرشح غسان محمود سيدة طائي مرشح مستقيل مع تحالف قوة دولة الوطنية تسلسل القائمة 129 رقم التسلسل 1 بغداد حاصل على شاهدة البكاليوريوس في القانون وحاليا ماجستير قانون دولي خاص ترشيحنا على مجالس المحافظات خصوصا لمحافظة بغداد هو النظام بناء دولة مؤسساتية والعمل بفريق الواحد خصوصية هذا العمل أولا تؤمن بالعمل بروح الفريق الواحد من جهة وبنزول عمل ميداني حقيقي على المستوى التعليمي التربوي الخدمي بما تستحقه بغداد من خدمة حقيقية على حجم المعاناة التي عانتها بغداد عملنا أيضا راح يكون ببناء الحوكمة الإلكترونية الخاصة بجميع الدوائر لكي نبتعد عن الاستهلاك الإداري في الكتب الخاصة التي تستغرق الوقت الكثير وهذا مما يجهد المواطن البغدادي خدمتنا إن شاء الله سوف تكون لبغداد بأجمل لأن بغداد تستاهل أني الحقوقية زهراء ألي عبد الكاظم مرشحة لانتخابات مجلس محافظة بغداد عن اتلاف الأساس العراقي رقم القائمة 150 تسلسل 32 حاصل على شهادة الماجستير في القانون الجنائي من جامعة النهرين حاصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة بغداد عملت لمدة عشر سنوات في القطاع الخاص في الشركات الأهلية وعمل حاليا في إحدى الدواء الرقابية في القطاع الحكومي مشاور قانوني مساعد حاصل على عدة كتب شكر وتقدير حاصل على در التميز تمت المشاركة في عدة ورش ودورات تدريبية خاصة بتمكين المرأة وخاصة بالقوانين العراقية فضلا عن مشاركتي في عدة مؤتمرات داخل وخارج البلد نهدف في اتلاف الأساس العراقي إلى تبني دولة مدنية وإدارة محلية مدنية تخدم المواطن نؤمن بالشباب من ضمن البرنامج الانتخابي الخاص به هو خدمة المواطن من حيث أصلاح الصحة والتعليم والتربية ولكن هناك أولويات في البرنامج الانتخابي منها تفعيل الدور الرقابي لللجان الخاصة بعمل مجلس المحافظة وفق نظامها الداخلي سواء السابق أو القادم إن شاء الله فضلا عن أنه من أولويات برنامج الانتخابي هو إخراج انتخاب محافظ بغداد ونائبي والإدارات المحلية في بغداد من خندقة المحاصصة الحزبية وذلك ليكون الاختيار حسب معيار الكفاءة والشخص الأصلح دكتورة شيماء صبري المندلاوي مرشحة عن قائمة تحالف قوة دولة الوطنية 129 تسلسل 50 دكتورة في الهندسة المدنية تخصص الدقيق إنشاءات اليوم بلدنا يمر بتحولات كبيرة ومتغيرات متعددة من أجل النهوض بالواقع العام الي مر بلدنا به من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لازم نكون نساهم بإحداث التغيير نحو الأفضل من خلال المساهمة الفعالة كل من حسب علمه وتخصصه خصوصا أنه أنا حاصلة على دكتورة في الهندسة المدنية وعندي الكثير من المقترحات الهندسية والمتغيرات التي نقدر أن نقدمها في البرنامج الانتخابي والتي تؤدي إلى تقديم الخدمات فيجب أن يكون جزء من هذه المساهمة الفعالة جزء من هذا التغيير وهو التغيير نحو الأفضل من أجل النهوض بالجانب العمراني والجانب الهندسي حاليا أعمل في تربية الرصافة الثالثة مدة 18 سنة خبرة في الأبنية المدرسية وحقيقة لامست الواقع لهذه الأبنية المدرسية ومعانت من مشاكل وأزمات في هذه المرحلة إن المرشح مثنى قيس الزوبعي مرشح تحالف الحسم الوطني عن محافظة بغداد رقم القائمة 219 تسلسل 42 حاصل على شهادة البكالوريوس في دارة الأعمال موظف في وزارة المالية منسوب شركة تأميل عراقية إنه برنامج الانتخابي وضع الأشخاص المناسبين في المكان المناسب وضع الخطط المناسبة لإدارة العاصمة بغداد خلال أربع سنوات القادمة الاهتمام بالجانب الصحي والتربوي وجانب الإسكان كذلك الاهتمام بالقطاع الخاص والشباب معاكم المرشح عبد الكريم الفضلي عن تحالف قيم المدني 233 بتسلسل 55 حاصل على ماجستير علوم محاسبة موظف في وزارة النفط العراقية برنامجنا الانتخابي في تحالف قيم المدني رفض المحاصصة محاربة الفساد المالي والإداري الاهتمام بالخدمات الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية وكل الخدمات وكل مرافق الحياة موسيقى أني المرشحة فراق فاضل الصالحي بكالوريوس إعلام موظفة في وزارة الكهرباء تحالف نبني رقم القائمة 195 رقم التسلسل 90 برنامج الانتخابي هو توفير الخدمات بكافة المستويات سواء على المستوى الصحي أو المستوى التعليمي ويشمل كافة الاتجاحات موسيقى من المرشحة الحقوقية سواء مغالي عبد الرضا الحمداني مرشحة عن تحالف الضمير العراقي رقم القائمة 170 التسلسل 27 حقوقية حصلة على بكالوريوس قانون وموظفة فيها التصنيع الحرب بالدارة القانونية أعمل ناشطة مدنية وأضوة في مؤسسة البسمة للطفولة ومستشار قانوني في مؤسسة التنمية مؤسسة الأندلس للتنمية والتطوير التعليمي في العراق طبعا برامجي الانتخابي احتوي على حقيبة انتخابية مهمة جدا ويتركيز في البداية على إعادة تجريل المصانع والمعامل التي أصبحت لفترة طويلة ومغلقة ومعطلة عن العمل التي من خلالها سوف نوفر فرص كبيرة وعديدة للعاطلين عن العمل واخرجين السنوات الحالية إضافة إلى إيصال الخدمات لأبعد نقطة في بغداد الحبيبة كذلك هناك بشارع كثيرة باتت معلقة وملكة اللي حد الآن لم يتم العمل من خلالها كذلك هناك ببرنامج الانتخابي العديد من النقاط التي يمكننا تركيز عليها هي من خلال التعليم ومؤسسات التعليم وكذلك وزارة الصحة كذلك كثير من الوزارات الخدمية التي من شأنها إيصال الخدمات لكل الشعب العراقي ولأبغداد الحبيبة كذلك هناك موضوع مهم يمكن نتركيز عليه من خلال حقيبة برنامج الانتخابي الخاص من خلالها أقدر أركز عليه هي شريحة الفلاحين التي أهملت ولفترات طويلة التي من خلالها ممكن أن ندعم بلدنا وبغدادنا الحبيب بالمنتوج الوطني إن شاء الله بيدعمكم ومساندتكم ممكن أن نحقق هذه البرامج الانتخابية ويد بيد إن شاء الله نعمل لأن تكون بغداد أجمل وأحسن أني المرشحة أسراع النال إسماعيل ابنيان التميمي ضمن تحالف قيم المدني قائمة 23 تسلسل 28 ناشطة مدنية حاصلة على شهادة دبلوم محاسبة في برنامج الانتخابي أطمح إلى تحقيق بعض الأهداب أو أهمها أولاً إيقاف التعنيف الأسري ضد المرأة والطفل من ناحية النفسية والجسدية ثانياً عادة تأهين المصانع والمعامل وذلك دعم القطاع الخاص وبذلك سوف تتوفر فرص أكبر للعاطنين عن العمل ثلاثة الاهتمام بالخدمات جميعاً منها الصحية والتربوية والبنى التحتية